اشتركوا في القناة اوجه الشيخ شام بن عبد الرحمن بتسريع وتطوير كفة المرافق في ميناء سلمان بالمقر الجديد واتخاذ كفة الاجراءات اللازمة لسرعة انهاء اجراءات الدخول والخروج للمسافرين بالاضافة الى تذليل كل الصعوبات ووضع الاهداف التي تخدم الخطط الاستراتيجية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة واثنى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة على اداء المسؤولين والموظفين في المنافذ البحرية وجهودهم المبذولة لتسهيل عبور النقل اللوجستي وحركة المسافرين مع مراعاة الضوابط الامنية المحكمة